اهلا بكم في النشرة الاخبار من قناة بلقيس ونبدأها بالعنوين قوات الجيش والمقاومة يسيطران على منطقة العقبة شرق مدينة الحزم في الجوف التحالف يشن غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في حضر موت ولحج وأبيان اجتداد المواجهات في الضباب في تاعز والتحالف يكثف قصف مواقع الميليشيا اهلا بكم سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة العقبة شمال مدرية الحزم عاصمة محافظة الجوف وقالت مصادر في المقاومة انهم سيطروا على سلسلة الجبال والمواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا في منطقة العقبة بعد معارك عنيفة اصفرت عن سقوط قتلى وجرحة وبذلك تكون قوات الجيش والمقاومة قد أمنت مدينة الحزم التي كانت الميليشيا تقصفها بصواريخ الكاتيوشة من العقبة شنت صائرات يعتقد انها تابعة للتحالف العربي سلسلة غارات استهدفت معسكرات يسيطر عليها تنظيم القاعدة في حضر موت وقالت مصادر محلية انهم سمعوا دوية انفجارات كبيرة صباح اليوم في معسكر الدفاعج الساحلي في مدينة المكلة عاصمة المحافظة كما سمع دوي الفجارات اخرى في معسكر الريان وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في المكلة وعدد من المحافظات وفي السياق ذاته شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبيان وقال مراسل قناة بلقيس ان الغارات استهدفت مواقع عدة في زنجبار منها ست ضربات متتالية على مبنى المحافظة والمحور العسكري ونقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية ان قتلى وجرحى سقطوا جراء الغارات هذا وشنت طائرات التحالف غارات على مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة لحج وقالت مصادر محلية ان غارتين اصابت مواقع في مزرعة قريبة من وادي خير شمال مدينة الحوطة وفي سياق اخر كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيا في مناطق متفرقة من محافظة تعل وقالت مصادر محلية ان الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في منطقة الجند شرقية المدينة ومواقع اخرى في تبة المقبابة وحدائق الصالح في الضباب كما شنت تحالف غارات على مواقع الميليشيا مواقع للميليشيا في منطقة الحيدين في مدرية حيفان وقرب ادارة الامن في مدرية الوزعية فيما تواصل الميليشيا قصف مواقع المقاومة في جبل الصيبارة المطل على سوق الشقيراء هذا وتشهد جبهة الضباب غرب مدينة تاعز مواجهة مستمرة بالتزامن مع غارات جوية يشنها التحالف على مواقع الميليشيا في حدائق الصالح فيما حققت المقاومة الشعبية تقدما في مواقع قريبة من جبل هان المطل على الخط الرئيس الواصل بين المدينة والضباب في الجبهة الغربية من مدينة تاعز يستعد هؤلاء المقاتلون لمعركة ليست بسهلة رغم الترسانة العسكرية التي تمتلكها ميليشيا الفوثي وقوات المخلوع صالح إلا أن أخذ السراحة مهارب أصبحت أمرا مهما لخوض هذه المعركة غرب المدينة وتأمين الخط الرئيسي وكسر الحصار الذي أعادته الميليشيا من جديد خلال المعارك الأخيرة هنا يبدو التقدم لمقاتلية المقاومة الشعبية صوب حدائق الصالح في جبهة الضباب ممكنا وهو ما يحدث في رحلة محفوفة بالمخاطر لتحريرها من تجمعات الميليشيا ينتشر العشرات من أفراد المقاومة الشعبية بأسلحتهم الخفيفة في محيط جبل ألهان القريب من حدائق الصالح والتي تتمركز فيها تجمعات وآليات الميليشيا والمخلوع وكالمعتاد حضور التحالف العربي في ضرب الميليشيا مستمر إلى جانب المقاومة حيث شنت الطائرات غارات عدة على حدائق الصالح ومواقع أخرى هكذا تبدو تفاصيل المواجهات في جبهة الضباب الميليشيا تحاول التقدم تجاه المدينة في الوقت الذي أفشلت المقاومة الشعبية ذلك التقدم وتسعى لدحرها من كل المواقع الغربية وفي السياق تعيش تعز حالة من الدمار الذي طال المنازل والمنشآت العامة والخاصة نتيجة القصف المستمر لميليشيا الحث والمخلوع الأمر الذي أدى إلى نزوح آلاف الأسر من منازلهم وتوقف أعمالهم وهو مضاعف من معاناة أبناء المدينة لا شيء تقدمه هذه المشاهد سوى دافع الميليشيا للحرب والخراب بعد عام من الحرب على تعز تظهر هنا حجم الكارثة التي لحقت بكل هذه المساكن في أغلب هذه الأحياء كغيرها كانت مئات الأسر تقطن هنا لكن بعد المعارك التي دارت فيها وحولها والتعرض للقصف المركز من قبل الميليشيات على هذه الأحياء فر الآلاف من المدنيين بعد أن تعرض بعض جيرانهم للقتل والبعض الآخر للإصابة بينما تعرضت أغلب متاجرهم لعمليات سطو ونهبت أغلب ممتلكاتهم المنشآت كالمستشفيات والمدارس هي الأخرى لم يستثنها قصف الميليشيا المستمر عملت على تصديق النسيق لإجتماع طيلة هذه الفترة أحدثت خراب ودمارت شتتة الأهالي بين نازحين وقتل وقرحا لا يوجد مكان إلا وحدثت فيه نوع من التدمير والخراب على الرغم من الحديث عن هدنة المرتقبة في العاشر من الشهر الجاري إلا أن جبهة القتال ما تزال مشتعلة ولا بوادر من توقفها هنا في جبهة تعز إذ تواصل الميليشيا حربها ضد سكان المدينة بأكثر من طريقة منها فرض حصارها الخانق على المداخل وسط استمرار مواضبة المنظمات الحقوقية على رصد تلك الانتهاكات والجرائم التي تقع في المدينة كلهم يعملون في هذا المجال لإعداد ملفات متكاملة وواضحة وشفافة ودقيقة ابتداء من قاعدة بيانات وانتهاء بقمع الوثائق كلها بما يؤكد ارتكاب هذه الميليشيات لهذه الجرائم وما يؤكد وقوع الضحايا وسقوط الضحايا وهي ملفات تؤد لمحاكمة الميليشيات ومرتكبي جرائم الحرب أمام القضاء الدوري والقضاء المحلي إذا ما استمرت المعارك الدائرة على أطراف المدينة وفي بعض أحيائها من قبل الميليشيا وإقفال كل الطرق المؤدية إليها فمؤشرات نذير كارثة إنسانية تلوح في الأفق ما لم تسارع الحكومة بدعم تحرير المحافظة وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين ستظل هذه الأحياء شاهدة على استهداف الميليشيا لمساكن المدنيين فيما الجهة الرسمية المتمثلة بالحكومة تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل ذلك حمزة أمين قناة بالقيس تعز وبالعودة إلى موضوع الجوف ينضم إلينا عبدالله الأشرف أستاذ عبدالله الأشرف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الناطق باسم مقاومة الشعبية أستاذ عبدالله حدثنا عن منطقة العقبة وما تم السيطرة عليه من قبل قوات الجيش الوطني اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أبشر شعبنا اليمني بهذه الانتصارات الكبيرة العملالة التي حددها أبناء الجهو والمقاومة الشعبية والجيش الوطني ممثل بالمنطقة السادسة في قيادة فقائد المنطقة السادسة الرجل البطل العملاق أمين الوايلي وأعزيه من على هذا المنبر في الاستشهاد مرافضه الشخصي عبدالقوي الكبود رحمة الله عليه وسألله نتكبله نتكبل جميع شهدائنا هذا اليوم تم انتصارات كثيرة عملاقها الأبطال يتقدمون والسيطرون على نقطة الزلاف والجبال التي شربها والجبال التي غربها ويتقدمون والآن يسيطرون على كل العقبة من جهة مديرية الحجم والأدال الميليشيات يدافعون من جهة خب الشعب مديرية خب الشعب الجنوبي منها وبإذن الله سيتم تطهيرها وقبل ربع ساعة عشر حذيين الآن يسلمون أنفسهم بعد أن تم دطع الإمداد عنهم وتم تسليم أنفسهم والآن هم أسرى لدينا وبإذن الله سيتم تطهيرها بكامل خلال الشعب الجريدة أستاذ عبدالله ماذا بعد تأمين هذه المدينة مدينة الحزم؟ ما الجديد بعد ذلك؟ بعد مديرية الحزم إن شاء الله ستتجه للجيش المضاومة غربا نحو مديرية الزاهر المطنة الزاهر المتاخن لحلق الشجيان أول مديريات عمران والمطنة المتاخنة لأرحب صنعان نعم أستاذ عبدالله هل حدثتنا على جبل صيبارة المطل على سوق الشقيراء الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذا الجبل؟ عفوا شكرا جزيلا لك كان معنا الأستاذ عبدالله الأشرف ناطق رسمي باسم المقاومة الشعبية من الجوف إلى ذلك سقط قتلى وجرح من الميليشيا في كمين للمقاومة استهدف دورية للحوثيين في مدرية المخادر في محافظة إب وقال مصدر في المقاومة إنهم استهدفوا أمس الاثنين تعزيزات للميليشيا في وادي المنوار بنقيل سمارة شمال المدينة كانت في طريقها إلى تعز وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحة وإعطاب الدورية هذا وتستهدف المقاومة تعزيزات الميليشيا ودورياتهم في مناطق مختلفة من المحافظة قتل أثنان من ميليشيا الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون في تصدي المقاومة لهجوم على منطقة يبار الواقعة بين محافظتي إب والضالع وقال مرسل بلقيس إن قوات الجيش والمقاومة صدى هجوما للميليشيا حاولت خلاله التسلل إلى المنطقة هذا وتشهد مناطق بين محافظتي إب والضالع معارك متقطعة بين المقاومة والميليشيا وفي سياق آخر طلب محافظ مأرب سلطان العرادة الحكومة وقوات التحالف الوفاء بالتزاماتها للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية وقال العرادة في اجتماع موسع للجيش الوطني بحضور الوفد الوزري الحكومي إن على الحكومة والتحالف تقديم الموازنة والمعدات اللازمة للقوات المسلحة وطلب العرادة بتقديم الدعم من أجل إعادة إعمار اليمن مطلب على الحكومة أن تحمل هذا المطلب للقيادة السياسية والإخوة بالتحالف أن يتم الوفاء بالالتزامات للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية حتى تضر رفعة الرأس وأن لا نتركها تستجد وأن توضع الموازنة الكافية واللازمة والمعدات اللازمة نحن نعلم جميعا ما تعرض في هذه المؤسسة منها على أيدي المتمردين والانقلابيين من الميليشيات التي تخدم بالوكالة فارس والمجوس أهدمت هذه المؤسسة الهامة التي هي مؤسسة الوطن والتي لا يمكن أن يقوم وطن ولا أن تبقى حريته ولا أن تستجين تنميته ولا أن يبقى شعبه في حرية وكرامة وفيما ربح أشهرت قبائل وقيفة رداع التابعة لمحافظة البيضاء مجلسا للمقاومة الشعبية وقال رئيس المجلس صالح مبخوت الزوبة إن الهدف من المجلس هو توحيد جهود المقاومة وجميع القبائل ومساندة قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا هل يكون تشكيل مجلس أعلى للمقاومة في رداع بداية الطريق لتوحيد جبهات المقاومة بشكل كامل في محافظة البيضاء يبدو السؤال سابقا لأوانه إذ تبدو المحاولة الآن في طور ولادتها الأولى خصوصا وأنها لم تأتي من داخل المحافظة بل جرى تشكيلها وإعلانها من محافظة مأرب خلال عام ويزيد تخوض مقاومة البيضاء حربا على مختلف الجبهات مع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس البخلوع حرب جربت المحافظة طرقا كثيرة فيها للتخلص من الميليشيا في مقدمتها عدم الاستسلام لسلطة الأمر الواقع التي أرادتها لهم جماعة الحوثي فمن الاعتماد على عملية التسليح الشخصي إلى تدريب الكتائب أيضا بطريقة تقليدية كما أن واحدة من هذه الطرق تدخلت الحكومة الشرعية فيها ودربت كتائب من اللواء 117 بقيادة قائد المنطقة الثالثة الأهم في كل هذه العمليات هو أن لا تأخذ الميليشيا ولو قسطا من الهدوء في محافظة تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود فكل ما يذهب إليها من دعم وإسناد للميليشيا لا يعود اتشهد جبهات الزاهر وذي ناعم والحبج وقيفة رداع قتالا شرسا تكبدت فيها الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع خلال أشهر خسائر فادحة في العتاد والأرواح سياسيا أكد الرئيس هادي سعيه لتحقيق السلام في البلاد مشيرا إلى أن الحل الذي يجب أن تخرج به محادثات الكويت المرتقبة هو السلام المرتكز على مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 22-16 جاء ذلك في اللقاء الذي أجره هادي مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف الاجتماع على آخر تحضيرات الجولة الجديدة من المباحثات والمقرر عقدها في الكويت منتصف الشهر الجاري وفي سياق ذاته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن وقف إطلاق النار سيماهد للمفاوضات المرتقبة مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن سيساعد على مكافحة الإرهاب وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده مع منصقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فرادريكا مورجيني إن المشاورات المقبلة في الكويت تهدف إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن وأكد ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظات مبينا أن الأوضاع الإنسانية في اليمن صعبة للغاية إلى ذلك وصلت نجنة التهدئة والتواصل الحكومية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار إلى الكويت للبدء بالترتيبات اللوجستية والفنية وقال نائب مدير مكتب الرئاسة رئيس الفريق الاستشاري للمشاورات عبدالله العليمي إن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الأممي وفريقه المتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار وأضاف العليمي أن الوفد الحكومي سيذهب للمشاورات بغية الحل العادل الذي يفضي لإنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 وفي سياق آخر أفادت مصادر إعلامية سعودية أن المواجهات تجددت في الحدود اليمنية السعودية بين الحوثيين وقوات حرس الحدود وقالت قناة الإخبارية السعودية إن قوات التحالف صدت هجوما واسعا شنه الحوثيون على مركز الربوع الحدودي وتعد هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ إعلان قيادة التحالف في الثامن من مارس الماضي التوصل لتهديئة على الحدود بوساطة قبلية واجتماعية يمنية هذا وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل ألجبير أن المفاوضات مع وفد ميليشيا الحوثي في الرياض متواصلة وقال ألجبير في مؤتمر صحفي عقده بالرياض مع وزير الخارجية النيوزيلندي إن المحادثات تحرز تقدما نافيا وجود ممثلين عن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الرياض من بوابة الربوعة يسعى الحوثيون لمغادرة الحرج الناجم عن إعلان وزيري الخارجية والدفاع السعوديين وجود وفد حوثي في الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي لإنهاء الصراع على المناطق الحدودية الوفد الحوثي في الرياض مستمر في المفاوضات المبنية على خطوات التهديئة والتفاهمات التي أعلن عنها الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام أقب عملية تبادل الأسرى قبل أكثر من أسبوع لا أحد يعرف حتى الآن فحوى الاتفاق السعودي الحوثي بالرغم من التطمينات السعودية التي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي وصفها بالمطمئنة الموقف الحوثي ما زال غامضا حول تلك المفاوضات ولم يصدر تأكيد أو نفي بخصوصها من الحوثيين كان ينظر للتفاهمات على الحدود بأنها تمهد لملف التفاوض في الكويت وإقفال للتوتر الحدودي الذي لطالما كان الملف الأكثر إزعاجا للسعودية عودة التوتر للحدود يمكن قراءته في سياق الاحتجاج الحوثي على تعيين الفريق علي محسن في منصب نائب الرئيس الجمهورية في هذا التوقيت الحرج وهو ما قد يعني إحساس الحوثيين بأنهم وقعوا في الخديعة وبالتالي تراجع أي فرص لوجود حل سياسي يناسب البليشيا ويضمن لها التفوق وهو يكشف مدى التخوف عن أن وجود محسن في هذا المنصب يعني تعزيز خيار الحسم العسكري بعد نجاح السعودية في تأمين حدودها بتوقيع اتفاق مع الحوثيين غير أن موقف الحوثيين تغير تماما وعاودوا مهاجمة المناطق الحدودية وبحسب المصادر الإعلامية السعودية فقد شهدت منطقة الربوعة يوم أمس أعنف مواجهات بين الطرفين حيث أعلنت قناة الإخبارية السعودية مقتل أكثر من مئة حوثي في تلك المعارك بعد عملية هجوم واسعة شنها الحوثيون وهو ما يهدد الهدنة التي أعلن عنها في الثامن من مارس الماضي بوساطة شخصيات قبلية واجتماعية يمنية بات واضحا أنه لا يمكن إيجاد حل جزئيا للأزمة اليمنية وأن ما يحدث في الحدود ينعكس بالضرورة على الأوضاع في العمق اليمني وأنه لا يمكن إطفاء الحرائق إلا بكنترول موحد يشمل الداخل قبل الخارج طالبت عائلة السياسي المختطف والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان بإطلاق سراحه في وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء وفي الوقفة دعت أسرة قحطان المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة بتحامل كامل المسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المخفي قصرا محمد قحطان الذي اختطف من منزله ولم يسمح لهم بزيارته أو حتى لاطمئنان على سلامته منذ عام مضى كشف تقرير حقوقي عن سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء وسجل التقرير الذي أعده مركز المستقبل الإعلامي أربعين حالة انتهاك بحق المدنيين ارتكبتها الميليشيا خلال شهر مارس المنصرم توزعت على عدد من مدريات المحافظة اشتركوا في القناة توزيع المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الحكومة التركية في ميناء الحاويات في محافظة عدن وأكد وضح الزبيدي السكرتير محافظ عدن أن أكثر من ألف أسرة شهيد ستستفيد منها مشيرا إلى أن المساعدات المتبقية ستوزع على المحتاجين في المحافظات القريبة وكانت السلطات المحلية قد تسلمت نهاية فبراير الماضي شحنة مساعدات تركية تقدر حمولتها بخمسة ألاف وثلاثمائة طن من المواد الغذائية والطبية وفي السياق ذاته دشنت مؤسسة وثاق للتوجه المدني مشروع تقديم الاحتياجات الأساسية للنازحين من مناطق الصراع في محافظة الضالع وقال منصق المشروع محمد السعدي إن البرنامج يستهدف أكثر من خمسمائة أسرة من مختلف مدريات محافظة الضالع وأضف السعدي أن المساعدات تشمل فرشا وبطنيات وأدوات طباخة شدد وكيل محافظة شبوى سالم عبدالله الأحمد على ضرورة استكمال إعادة تأهيل فرع البنك المركزي في المحافظة بأسرع وقت وأكد المدير العام لفرع البنك صالح فضعق أهمية الشروع في عملية تركيب موظومة التقنية الإلكترونية التي يعمل بها البنك والعمل على توفير التجهيزات الفنية وضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بإعادة سقف الخزينة العامة كي يتمكن البنك من استئناف العمل وفي الحديدة تتفاقم معاناة مواطنين جراء غياب دور المنظمات المدنية والإنسانية الفاعلة التي كانت تعتمد عليها العديد من الأسر الفقيرة تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي وجوه متعبة أرهقها الانتظار أجبرتها الحاجة على الجلوس هنا فهي لا تقوى حتى على الوقف في ذلك الصف كغيرها من الناس الذين سارعوا للحصول على بعض المساعدات الواصلة إليهم أخيرا من بعض المنظمات الإنسانية في الحديدة تغيب الدولة وتحضر الميليشيا فقط وبينهما يحضر الكثير من الخوف والجوع إلى ما قبل دخول الحثيين كانت العديد من الأسر الفقيرة تعتمد بشكل أساسي على ما توزعه المنظمات وتتكثل به الهيئات من مواد غذائية وإغاثية عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الخيري أغلقت أبوابها بعد ملاحقة الميليشيا للقائمين عليها وتجميد أرصدة بعضها في البنوك اليمنية لتبقى هذه الأسر دون مصدر للدخل يساعدها على الاستمرار في الحياة تنتظر فقط بعضا من هذه المساعدات المتسللة إليهم تعد الحديدة واحدة من أفقر المدن اليمنية وأكثرها بؤسا تنخفض فيها معدلات الفرد لأقل من نصف دولار في اليوم الواحد أبناؤها يعانون فقرا ضعفة الحرب فأسكنتهم في مرمى الحاجة التي لا ترحم إلى هنا تنتهي النشرة نذكر بأبرز ما كان فيها قوات الجيش والمقاومة يسيطران على منطقة العقبة شرق مدينة الحزم في الجوف التحالف يشن غرات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في حضر موت ولحج وأبيانة اجتداد المواجهات في الضباب بتاعز والتحالف يكثف قصف مواقع الميليشيا قدمنا هذه النشرة لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة الأخبار العاجلة من موقع القناة الإلكتروني والتفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة